كشفت رابطة مهات المختطفين اليمنيين عن تعذيب شاب مخفي قسرا حتى الموت في سجون ميليشيات الحوثي وحملت الرابطة في بيان الانقلابيين المسؤولية الكاملة عن وفاة الشاب علي مرزوق الجرادي البالغ من العمر 18 عاما تحت التعذيب مدينة ما تعرضنا وبحسب البيان فإن الرابطة رصدت قتل 83 مختطفا تحت التعذيب أثناء فترات إخفائهم في سجون سرية مشيرة إلى رفض الميليشيات لأي وساطات محلية أو اتفاقيات دولية حتى للكشف عن مصيرهم وإعادة روابطهم بعائلتهم